بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا ما نسمع حديث نبوي صحيح الكثير يرددونه في مناسبات مختلفة وهو حديث صحيح وهو يعبر عن حقيقة الإسلام وعن جوهر الإسلام وعن طبيعة الإسلام ذلكم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه لكن المشكلة ليست في نص الحديث ولا في مفهوم الحديث وإنما المشكلة عند البعض أنا لا أقول عند الجميع المشكلة عند البعض في استخدام الحديث في توظيف الحديث هذا الحديث يتحدث عن الدين بشكل عام ولكن عن الدين 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 كما هو كما أنزل وليس كما يريده البعض البعض الذين يريدون أن يفهموا الأشياء بشكل مقلوب وبشكل مغلوط ويدعونا أن هذا الفهم المغلوط أو المقلوب هو الدين لأنه الدين يسر فمش مشكلة ما تصليش ما هو الدين يسر اعمل اللي بدك إياه ما هو الدين يسر وكأنه يكفي أن تقول أنه أنا مسلم والدين يسر وخالص انتهى الموضوع كثير من الذين يريدون أن يتحدثوا عن الإسلام من حيث أنه دين يسر ودين يرفع الحرج وكما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما بتحدثوا عنه عن هذا الموضوع بدافع بيان طبيعة الإسلام وإنما بدافع تبرير الانحرافات اللي يأتيها البعض ويفعلها البعض تحت شعار أنه الدين يسر ومعلش يعني أن الله غفور الرحيم طيب هو الله غفور الرحيم بالفعل ولا نستطيع أن نجادل في هذا ولا نستطيع أن ننكر الله غفور الرحيم والدين يسر والدين ليس فيه تشدد وليس فيه تطرف هذا أمر محسوم ولكن أن نوظف هذا المفهوم أو هذا الحديث أو هذه القاعدة من قواعد معرفة الإسلام لصالح تشويه الإسلام أو لصالح التفكك والتحلل من الإسلام وفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وتسويق أفهام مغلوطة عن الإسلام تحت شعار أنه الدين يسر هذا أمر بحاجة إلى إعادة نظر وبحاجة إلى أنه إحنا اندقق فيما نقول وفيما نفهم لا يكفي أن تحفظ الحديث ولا يكفي أن تحفظ الآية أنت بحاجة إلى أن تفهم ولذلك القرآن الكريم بيوجهنا أنه إحنا الروح نتفكر نتدبر نحاول أن نتعلم مفهوم الآية من خلال تفكيك أو تحليل مكونات هذه الآية لكن يوف تفهم الآيات وتفهم الأحاديث في إطار فهم اللغة العربية القرآن الكريم كلام عربي والحديث النبوي حديث عربي ولذلك اللي ما بفهم لغة عربية وما بفهم علاقة المفردات ببعضها البعض وحتى لو ادعى العلم كما نرى بعض الناس الآن بملأوا الفضائيات مع الأسف الشديد ومواقع التواصل الاجتماعي وبطلع لك اليوم واحد بيخترع أشياء وأفهام مستحدثة أفهام مبتدعة لا علاقة لها حقيقة بجوهر الإسلام ولا بمفاهيم الإسلام ولا بمفاهيم ومدلولات الآيات القرآنية أو الأحديث النبوية كلك أنا هيك فاهم أنا هكذا فهم وهو أنت ممكن تتكلم عن الصحة تعرف أنه هذا الأكل صحي هذا الأكل بضر لكن بنفع تتكلم في الطب بنفع تتفصل في المفاهيم الطبية إلا إذا كنت خبيراً في هذا الفن وخبيراً في هذا العلم الدين كذلك الدين مش مشاع أنا ما أتكلمش عن الدين كممارسة أنا أتكلم عن الدين كعلم ومقومات العلوم الدينية مش مشاع أنه كل واحد يحكي فيها بعلم وبغير علم أنا سمعت أحد أحد هؤلاء في مفهوم الآية الكريمة التي تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قل لك يعني إيش أهل الذكر يعني طب أنا أعلم في الدين أنا أستطيع أن أقرأ القرآن وأفهمه وأستطيع أن أقرأ الحديث النبوي وأفهمه وأستطيع أن أستنبط الأحكام الفقهية والتشريعية والتعبدية من القرآن ومن السنة كيف على أي أساس بدون مقومات بدون أسس مش لازم تعرف معاني الآيات معاني الألفاظ علاقة الألفاظ ببعضها البعض علاقة التراكيم اللغوية ببعضها البعض علاقة المفاهيم اللغوية والبلاغية والنحوية هذا موقع من الجملة يفيد معنى مختلف عن المعنى فيما لو وقع في مكان آخر من الجملة هذه أمور لا تمر مرور الكرام وليست متاحة طبعا هي متاحة لمن يريد أن يتعلم لمن يريد أن يتعلم ولكن مش على كيفه الواحد وتحت شعار أنه الدين يسر وأي واحد بستطيع أن يفهم الدين لا يا سيد لا الدين يفهم في سياق إطاره العام من خلال القرآن والسنة ولكن مين اللي يفهم القرآن والسنة يمكن يجيو واحد يقول لك طيب الصحابة ما كانواش علماء وفهموا القرآن والسنة الصحابة عرب صحابة عرب كانوا بيفهموا الحديث والقرآن العربي بالسليقة بالفطرة نحن اليوم مع تقادم الزمان يعني تباعد الزمن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضعفت ملكتنا اللغوية ملكاتنا اللغوية والبلاغية والنحوية ضعفت معظم الناس لغويا يعني كأنهم لا يتكلمون العربية كأنهم لا يتكلمون العربية يعني بيرفع المجرور وبينصب المكسور وحالة بما يمكن أن يقود أو يؤدي إلى خلط المعاني والانحراف بالمفاهيم إلى أمور لا يمكن أن تكون لها علاقة بجوهر وحقيقة الدين دين الله تبارك وتعالى إذن مش لازم إحنا نختبئ وراء نص نبوي حتى نفكك الإسلام نفسه كثير من الناس اللي هم ضد التشدد وضد التطرف وبالمناسبة إحنا كلنا ضد التشدد في الدين وضد التطرف وضد الغلو في الدين لأنه هذه طبيعة دين طبيعة دين أنه دين يسر ما فيش فيه تشدد ما فيش فيه غلو ما فيش فيه تطرف وكلنا كلنا كمسلمين كجزء من إسلامنا ومن طبيعة ديننا أنه إحنا ضد التطرف وضد الغلو وضد الانحراف الفكري وضد التشدد لكن لا يعني هذا مدام أنا ضد التشدد إذن أنا مع التحلل تحت شعار التيسير لا الدين نفسه يسر بمعنى أحكام الدين كما أنزلت هي أنزلت ميسرة تتوافق مع الاستعداد الفطري والاستعداد العقلي والاستعداد النفسي والاستعداد السلوكي اللي عند الإنسان يعني ربنا عز وجل خلقك وهو أعلم بك وأنزل لك الدين الذي يتوافق مع طبيعتك وبالتالي الدين ميسر يسر لممارسته مش الدين يسر إن أنا أسيب أسيب لي منه وأعمل اللي بدي ياه وأغلط وأشمل وأشرق وأغرب وأقول لا مهمش ما هو الدين يسر وإن الله غفور رحيم أو إنه واحد يجي يقول لك والله أنا هيك فهمت الحديث إنت مين عشان تقول أنا هيك فهمت الحديث الحديث عشان يفهم بدك تفهمه في إطار اللغة العربية في إطار أسباب ورود الحديث ليش النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذه المناسبة أسباب إراد الحديث ليش الصحابي اللي روى الحديث روى بهذه الصيغة إيش الظرف الزمني اللي ورد فيه الحديث إيش الظرف الزمني اللي نزلت فيه الآية كيف أنزلت ومتى أنزلت وفي أي سياق زماني وفي أي سياق مكاني أنزلت الآية عشان نفهم طبيعة ديننا إنما الذين بعض أنا لا أقول الجميع طبعا إحنا نؤمن بأن الدين يسر ونؤمن بأن الدين ضد التطرف وضد الغلو وضد التشدد لكن هذا ليس معناه أن أتحلل من الدين كله وبعض الناس مع الأسف الشديد مع الأسف بعض الناس الذين يدعون أنهم ضد التطرف هم في حقيقة الأمر ضد الدين نفسه لكن يعني لا يستطيع بكتر شيء يقول أنا ولا ضد الدين لا أنا ضد التطرف ضد هذا التطرف الذي يمارسه المتدينون وأدور على إيش هو ضد إيش ستجد أنه ضد الدين نفسه أعطي مثل على ذلك حتى ما نكون نتكلم في الإطار العموميات المجرد كلنا كلنا مع حق المرأة كحق الرجل وكلنا وهيك مفهوم الدين أنه إحنا مع المساواة بين الرجل والمرأة كل ولكن البعض يستخدم هذا الشعار للدخول إلى محاولة هدم الإسلام نفسه وقل لك إحنا مع المساواة ولذلك أنا ضد هذا كلامهم أنه هم ضد الآية اللي بتقول للذكر مثل حظ الأنثائين في الميراث شوفوا كيف هو بدى بشعار أنه ضد التطرف وهو مع المساواة وصل له وين أنه يلغي ويتجاهل آية ونص قرآني مع أنه هذا الموضوع موضوع الميراث له تفاصيل كثيرة تؤكد المساواة التامة بين الرجل والمرأة وبين الذكر والأنثى في موضوع الميراث مثال آخر مثال آخر التعدد للزوجات موضوع فيه تفاصيل فقهية كبيرة جداً وهل هو هذا التعدد أو إباحة التعدد على إطلاقها ولا مقيدة ولا موضوع فقه طويل عريض أما يجي واحد يقول لك أنا ضد التعدد ضد التعدد تحت شعار الحداثة ما يسمونها الحداثيين اللي بدهم الدين كله يكون على هواهم على مزاجهم الدين ما بيكون على مزاج حد إحنا هوانا ومزاجنا لازم يكون على هوى الدين لازم يكون تبع للدين مش الدين تبع إلنا أعطي مثل آخر وأنا لست مع العنف ولا أنا ولا غيري من من الناس ومن المسلمين وغير المسلمين لست مع العنف الذي يمارس ضد النساء مطلقا مطلقا لكن لا أستطيع لا أستطيع إلا أن أؤمن وأكر بالآية اللي بتتقول والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجورهن في المضاجع وضربوهن شو مفهوم الضرب آه فيه تفاصيل فقهية كثيرة فيه تفاصيل فقهية هل هو ضرب جسدي هل هو ضرب معنوي الفقهاء مختلفون يا أخي بس موح نختلف في الفهم بس مين اللي بدي يختلف في الفهم أهل الفهم أهل الفهم أهل الفقه أهل العلم مش ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر بحق لهم يختلفوا لكن الذين يجادلون بغير علم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الذين يحاجون في الله بمعنى يحاجون ويجدلون بغير علم بغير فهم الله تبارك وتعالى أنزل دينا قيما مبادئ قيمة سامية راقية متوافقة مع فطرة الإنسان مناسبة ملائمة لفطرة الإنسان والاحتياجات الإنسان ولضرورات استمرار الحياة وتعمير الكون الفساد في أي مجتمع يظهر إذا انحرف الناس عن القانون لربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليه وخلق الكون عليه ومن ثم أنزل له من التشريعات ما يلائمه من هنا بظهر الفساد الفساد من الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى ومن المجادلة في منهج الله بغير علم لقيهم واحد أنا يعني مع الأسف استمعت إلى بعضهم بيجي يقول لك والله أنا كباحث كباحث هو عد طبعا لباحث ولا محزنون شيء شيء مزري شيء مزري ادعاءات ساقطة ضاحضة ولكن أنا فهمت هكذا قبل أيام كنت بأسمع لمقطع على استخدام كلمة إذا هل هي شرطية أو ضرفية طبعا هذا مدخل واسع من مداخل اللغة والبلاغة والنحو بس بدك علماء ليش الطب بيقدرش فيه تكلم أي أحد والهندسة والقانون والفيزياء والكيميا لكن الدين يعني الدين شو يعني أمره هين يتكلم فيه من شاء بما شاء احنا لازم نؤمن انه الدين دين يسر وانه الدين دين علم وانه الإسلام دين عقل ولكن علينا أن نفهم الإسلام كما أنزل وكما هي حقيقته وكما هي طبيعته من وين من أهل العلم من أهل العلم من أهل المعرفة الناس في الزراعة بيسألوا أهل الخبرة في الصناعة بيسألوا أهل الخبرة في التجارة بيسألوا أهل الخبرة أما في العلم الشرعي وعلوم الدين يتكلم فيها كل من هب ودب كل واحد حفظه حديثين ولا أيتين والله أعلم إذا كان فهمهم صح ولا غلط ولا قرأ في علم الجرح والتعديل وبعضهم مع الأسف الشديد كمان تحت مسمى الحداثة وإعمال العقل وهو طبعا لا حداثة ولا إعمال العقل ولا ما يحزنون يحاول أن ينقض كل عرى التراث الذي نقل إلينا التراث غير مقدس وأنا مؤمن التراث غير مقدس التراث بمعنى أقوال الصحابة وكلام الفقهاء غير مقدس هو فهم لكن الوحي الوحي القرآن كله وحي السنة منها ما هو وحي ومنها ما هو اجتهد نبوي لكنها ملامح ومعالم نعود إليها لنفهم ونستقي الإسلام من خلالها من قواعدها من مفاهيمها من مبادئها ومضامينها وليس فقط من خلال هكذا نفهم أو هكذا فهم فلان أو هكذا فهم علان وطبعا دون قواعد ودون ضوابط الذين يريدون أن يفهموا الإسلام ومن يريد أن يفهم الإسلام يفهم الإسلام بالأسس التي يفهم الإسلام على أساسها قرآن عربي والحديث عربي نفهم نفهم نصوصه ومعانيه من خلال فهم اللغة العربية وفهم كل العلوم الخادمة للدين نسأل الله أن يقينا شر الفتن وشر المبتدعين وشر المنحرفين وشر الذين يريدون أن يهدموا الإسلام بالدعاء الحداثة والمدنية والتحضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة